هذه الصراعات لا تنتهي بسهولة انا قلت لك قبل كده ان ده حكم المافيا ايوه ودخل في المافيا العيال زي بالزبط الراجل في فيلم العراب الباتشينو كان الولد الصغير اللي ابعد الى جزيرة سقلية لان ابو كان خايف عليه لانه عليه دم عليه دم دي بداية مرحلة جديدة لو تمت المافيا التي تحكم ليست مافيا جنرالات لا دي مافيا عصابات منظمة مش حكم عسكر مفيش بقى مبعدش كلام ده في خروطة جديدة بعرضها عليك وبرها لك دول رؤوس كبيرة زي الجماعة بتوع الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ايطالية بس عايشين في امريكا وماكسيكان وامريكا اللاتين دي الاسماء الخامسة اللي بتسيطر على عمل المافيا في العالم ودول قانونهم القتل الاختطاف المخدرات الدعارة غسيل الاموال والرشوة بقى كل الفساد انا في رأيه ان المجموعة اللي تكلم عليها محمد علي وذكرها بالاسماء في عدة حلقات ان هما دول الجماعة بتوع المافيا المصري بدءا بعمل فتاح السيسي وانتهاءا باخر كاتكوت بيشتغل معاه في اصابة مجلس العسكري دي اصابة مافيا مش عسكر هؤلاء لها علاقة لهم بالعسكرية اديك امثلة لان كلمتك في هذا التحول الكبير الذي حدث في مصر لو تيجي معايا انا طبعا هكلمك عن محمد علي اكيد لازم اكلمك عن محمد علي لان انت اكيد مهتم بالمثال الاول ورينا يا جماعة حكم المافيا اكبر عصابات المافيا مين في العالم خمس مجموعات دخلها كام ياكوزا اليابانية عدد اعضاءها مية وخمسين الف تقريبا نفس الجماعة بتقول جيش او بتقول عسكر مش الجيش دخلها السنوي تمانين مليار بغاء مخدرات سلاح بقت اكبر من الشرطة اليابانية اتنين مجموعة المافيا الروسية والمافيا الروسية دي حضرتك فيه لها توصيفات كتيرة بس اشارها سولنتي سوفسكايا برادفا ودي دخلها تمانية ونص مليار سنوية بعدها الكامورا كامورا دي اصابة ايطالية نفس الكلام جنس مسالة سلاح مخدرات تزوير امار وبتدخلها خمسة مليار في السنة وبعدين اندر اندرانجيتا ودي ايطالية ايضا وموجودة في امريكا وبتدخل اربعة ونص مليار في السنة واخر حاجة المكسيكية المشهورة طبعا اللي هي سينالوة كارتل اللي مسيطرة على واحد وتلاتين ولاية في المكسيك حلو كده فين في المكسيك وبتدخل لها تلاتة مليار دولار يعني حوالي كام وخمسين مليار جنيه مصري سنوية اشتركوا في القناة